موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحفة ضربة في مقتل للقطاع الصحي الذي يعاني بالأساس من تحديات جسيمة عينة بلدي نشرت بعنوان تلاعب في لقاح الحصبة يودي بحياة عشرات الأطفال في ريف إدلب في حادثة تعتبر الأولى من نوعها توفي 35 طفلا على الأقل في ريف إدلب وأصيب آخر بعد حقنهم بلقاحة فاسدة للحصبة ضمن الحملة الثانية للقاح التي تشرف عليها وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة وتبلغ أعمار أطفال الضحايا بين 6 أشهر و 5 سنوات بينما نقل قسم من المصابين إلى مشفى سراقب أو المشافي التركية وتبقى أعداد الوفيات مرشحة للزيادة نظرا لكثرة الإصابات يقول الدكتور بشار كيال عضو مديرية الصحة في إدلب والتابعة للحكومة المؤقتة وردتنا عدة حالات وفيات لأطفال راجعوا مركز اللقاح في جرجناز وجميع الإصابات تنقت لقاحها في نفس المركز ولا يوجد أي حالات في مناطق أخرى مشيرا إلى أياد خفية وراء الخلل على الأغلب أن الموضوع بفعل فاعل ولغاية لا نعلم بها حاليا تم توقف حملة اللقاح في محافظة إدلب حتى تكتمل التحقيقات وأكد كيال أن اللقاح لا يمكن أن يسبب الوفاة حتى لو كان فاسدا والبارحة تم تلقيح حوالي ستين ألف طفل دون مشاكل مردفا الأمر مدبر لضرب حملات اللقاح التي نجحنا بها سابقا إذ لقحت الوزارة قبل أسبوع أطفل المخيمات جميعها من نفس اللقاح كما نجحت في سبع حملات ضد الشرل الأطفال منذ العام الماضي من جانبه أوضح الدكتور محمد الحمادي عبر صفحته في الفيسبوك أن الوفيات حصرا من اللقاحات التي تم توزيعها عبر مركز جرجناز كما أنه تم التأكد من طريقة حفظ اللقاح وهي سليمة مشيرا إلى أن كل المؤشرات تدل أن هناك تلاعبا تم خلال الليلة الماضية وأضاف أرجح شخصيا أن يكون مدبرا مسبقا من قبل عصابة مرتبطة بالنظام لضرب الثقة بالقطاع الصحي العامل في سوريا الحرة واعتبر الصحفي أحمد مراد المتواجد في ريف إدلب في حديث لعنب بلدي أن الجريمة محاولة للنيل ممن بقي من الأطباء العاملين في المجال الصحي في الداخل السوري ومحاولة لتهجرهم وهذه الجريمة تزيد بشاعتها عن مجزرة الكيماوي لأن الأطفال اقتيدوا كي يموتوا بين أحلام الشعوب وأحلام الحكام تناضل قضايا الوطن لتبقى صحيفة الدستور الأردنية نشرت مقالة لياسر الزعاثرى بعنوان خيارات عباس وحركة فتح جاء فيه من اطلع على المحضر المسرب للقاء محمود عباس مع أمير قطر وخالد مشعل برفقة وفد من الحركتين والذي يبدو صحيحا فيعثر على رئيس مأزوم حدث ذلك في معرض الإشارات المتكررة والمملة في الحوار إلى محاولة الانقلاب الحمساوية في الضفة من جهة وعلى قصة قديمة عن نفق حفرته حماس تحت بيته يعتقد هو أنه كان بهدف اغتياله وفيما كشفت صحيفة هاريتس عن عدم صحة القصة الأولى وأنه لم يثبت من التحقيقات مع القيادي الحمساوي المعتقل أن محاولة انقلاب على السلطة كانت تعد بالفعل فإن الثانية لا تعد أن تكون كلاما قيلة في معرض المزاح بين عناصر من حماس في توصف نفق لا يعد أن يكون جزءا من الأنفاق التي حفرتها الحركة في قطاع غزة ما يمكن أن يستنتجه من يقرأ المحضر من مجمل سلوك الرجل هو أن خياره الوحيد يتمثل في الحفاظ على السلطة الدولة التي يتمتع بزعامتها مع الإبقاء على مساعي تحسينها عبر المفاوضات وهو لا يفكر أبدا في تغيير مساره من هنا يمكن القول إن التعويل على تغيير الرجل لمساره ليس واردا بأي حال وليس أمام القضية كي تخرج من حالة التيه الراهنة سوى تفجير الشعبي لانتفاضته أو رحيل عباس بنهاية الأجل ومن ثم تصحيح فتح لمسارها تركيا تفكر بسور للفصل بينها وبين الإرهابيين فهل تفلح في ذلك؟ صحيفة تركيا نشرت تحت عنوان المنطقة العازلة قيد الدراسة جاء فيه بعد الانتهاء من رحلة أدجها إلى دولة قطر ذكر الرئيس رجب طيب أردغان خلال لقاء صحفي له حول المستجدات الأخيرة ذكر أن إنشاء منطقة عازلة على الحدود التركية السورية لتقويض الإرهابيين مطروحة على طاولة قيادة الجيش التركي من الناحية الفنية وسيتم خلال الأيام القادمة تقديمها للحكومة لبتها وتخاذ ما يلزم في هذا الشأن وفي شأن العلاقات التركية الأمريكية ذكر أردغان أن الصحافة الأمريكية ماهرة في تلفيق الأكاذيب مضيفاً أن العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية كما هي عليها وحول أقاويل مجيء قيادات الإخوان إلى تركيا ذكر أردغان أن طلبهم سيؤخذوا بالحسبان وسيتم تقديم التسهيلات لهم في هذا الشأن وفند أردغان الأنباء التي ذكرت أن تركيا قامت باستيراد النفط من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشم مؤكداً أنها مجرد أكاذبة مغرضة لأن تركيا تحاول جاهدة للتوصل إلى حل سلمي مع هذا التنظيم للإفراج عن رعاياها الدبلوماسيين التسعة والأربعين المحتجزين لدى هذا التنظيم منذ عدة أشهر بعد أن شهد لهم العالم بمناصرتهما للشعب الفلسطيني وقضياته العدلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم ووقوفهما بجانب تطلعات وأمال وأشواق شعوب دول الربيع العربي في الحرية والرخاء والرفاهية تركيا وقطر يعمقان العلاقات بينهما نشرت صحيفة العرب القطرية بعنوان قطر وتركيا تعاون استراتيجي جاء فيه في بادرة تشيب عمق العلاقات بين قطر وتركيا اخترى رئيس رجب طيب أردغان الدوحة كأول محطة عربية يزورها وتعزز زيارة رسمية لأردغان التي امتدت ليومين العلاقات الثنائية الآخذة في التطور في ظل حرص واضح من قيادة البلدين على الدفع بمشروعات التعاون إلى أفاق أرحب وليس أدل على ذلك من اتفاقهما بالدوحة على إنشاء مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة سمو الأمير والرئيس التركي لبحث سبل تطوير العلاقات ومتابعة الموضوعات في كافة المجالات وكذلك وضع حجر الأساس للقرية التركية بالدوحة ونعكست العلاقات الثنائية الوثيقة في التنسيق والتشاور بينهما في القضايا الإقليمية والدولية في ظل تطابق الرؤى وتناغم المواقف في قضايا المنطقة وهو ما ذهب إليه الرئيس التركي قبيل وصوله الدوحة إذ نسبت إليه وكلة أنباء الأناضول قوله رؤية تركيا وقطر للمسائل الإقليمية تتقاطع بشكل كبير للغاية وجهدت علاقاتنا الثنائية تطورا كبيرا للغاية خلال السنوات الأخيرة كما أنها آخذة في الازدياد وإننا ننظر إلى علاقتنا مع قطر ومع باقي دول الخليج العربية من منظور استراتيجي ولدينا مواقفنا في هذه القضايا وأمن واستقرار الخليج لا يقل أهمية عن أمن واستقرار بلدنا وتبقى العلاقة بين الدوحة وأنقرة مرشحة لمزيد من الرسوخ والعمق والمزيد من التنسيق في المحافل الدولية في ظل تنامي أدوار البلدين الذين برز في الآوينة الأخيرة كلاعبين مؤثرين وقوتين صاعدتين في الساحتين الإقليمية والدولية تركيا والسعودية أمام خيارين أحلهما مر حيث نشرت التايمز في افتتاحيتها من الصعب على تركيا المشاركة في حملة تفيد بشار الأسد حيث حذرت الصحيفة من احتمال فشل التحالف الذي تسعى دول غربية بقيادة الولايات المتحدة لتشكيله لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وعبرت عن اعتقادها بصواب موقف الغرب في قيادة القتال ضد التنظيم غير أنها قالت إنه في حالة عدم مشاركة قوى إقليمية بفعالية فإن التحالف المرتقب سيكون محكوما عليه بالفشل وأشرت إلى أنه سيكون من الصعب على تركيا أن تلقي بثقلها وراء حملة يمكن أن تفيد نظام الرئيس السوري بشار الأسد على الأقل في المدى القصير والحال نفسه بالنسبة للسعودية تقول التايمز التي ترى أنه يصعب على الرياض مهاجمة المتطرفين السنة ما يؤدي إلى استفادة نظامي العراق وإيران الشيعيين استراتيجيا وتخلص إلى أنه بدون دعم هاتين القوتين الإقليميتين سيكون مآل التحالف الذي تقوده أمريكا للفشل وتشير التايمز إلى احتمال تضرر تركيا التي تسعى إلى الاستفادة من تعاهد حلف الناتو بالأمن الجماعي لدوله الأعضاء في حال عدم سماحها باستخدام قواعدها الجوية في شن هجمات على تنظيم الدولة وبالنسبة للسعودية تقول التايمز إنها عرضة لتهديد مباشر من التنظيم باعتبارها تضم أقدس الأماكن عند المسلمين وتشير افتتاحية التايمز إلى أنه حان وقت خراط الدولتين بفعالية في الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية إن لم تستحي فاصنع ما شئت نشر موقع العربية نت مقالا بعنوان مسؤول رفيع في حزب الله قواتنا لن تخرج من سوريا جاء فيه أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاوق أن قوات حزب الله لن تخرج من سوريا معتبرا أن المرحلة تفرض على الحزب ذلك أكثر من أي وقت مضى وقال قاوق خلال احتفال تأبيني إنما بيننا وبين داعش وكل التكفيريين لا يمكن أن يكون حربا كلامية بل إنما بيننا وبينهم هو الميدان فقط الذي نهزمهم ونسحقهم فيه فلن نستدرج إلى حرب بيانات معهم ولا إلى سجالات سياسية لافتا إلى أنه يوما بعد يوم يتضح للجميع في لبنان والعالم العربي والإسلامي والدولي يتضح عظيم الحاجة للبنان لبقاء حزب الله في سوريا وأضف قاوق إن المرحلة اليوم تفرض على حزب الله أن يبقى حيث هو في سوريا أكثر من أي يوم مضى لأن لبنان فرضت عليه معركة تكفيرية ودخل مرحلة جديدة ما بعد عرسال ليس كما قبلها وبت في قلب المعركة التي فرضت عليه وبالتالي هذه المعركة تستوجب تغييرا في الأولويات الوطنية واعتبر قاوق أن ما حصل في عرسال ليس نهاية الحرب فالمعركة ما زالت في بداياتها مع الإرهاب التكفيري والجيش اللبناني ما زال في وسط المعركة وبالتالي المطلوب تعزيز قدرات الجيش اللبناني حتى يحمي ويحرر الجنود ويقطع الطريق على مسلسل الغزوات التكفيرية أيها المؤيد أما كفاك هذيانا أما زلت تخفي الشمس بإصبعك موقع كلنا شركاء نشر مقالة لمحمد أمير ناشر النعم بعنوان كلنا سوري جاء في وسخريته المبدعة يفسر لنا عزيز نسين على لسان أحد الحمير كيف تغيرت لغتهم الجميلة الغنية ذات الجرس الموسيقي الجذاب إلى لغة النهيق فقد كان حمر هرم يلهو وحده في الغابة تنهت إلى منخريه رائحة ذئب قادم من بعيد فرفع رأسه عاليا وعب الهواء من الآرئتيه وقال لا يوجد رائحة ذئب لكن رائحة أخذت تزداد كلما دن الذئب أكثر غير أن الحمار طمأة نفسه إن شاء الله ليس ذئبا ولما يكون ذئبا من أين سيأتي الذئب ويتابع الحمار بتكذيب نفسه أتمنى أن لا يكون ما أراه ذئبا إن شاء الله لن يكون كذلك يبدو أن الوهن أصاب عيني حتى بتؤرى هذا الشيء القادم ذئبا تخلصت المسافة بينه وبين الذئب حتى أصبحت خمسين مترا ومع ذلك استمر في خداع نفسه قائلا حتى لو كان الذي أراه ذئبا فهو ليس كذلك لن يكون كذلك آه إنه ذئب إنه هو تابع الذئب النهش من لحم الحمار الهرم ذي اللسان المربوط الذي لا يظر منه سوى ذلك الصوت المنكر ويختم الحمار الراوي منذ ذلك اليوم نسي الحمير لغتهم ولم يستطيعوا التعبير عن رغباتهم وأفكارهم بل وحتى عواطفهم إلا بالنهق ولو أن ذلك الحمار لم يخدع نفسه لكنا نجد الحديث بلغتنا إلى الآن ولو مضى الله في عمر الحمار الراوي إلى اليوم وكان شاهدا على العصر السوري لقال أيضا أهل منكم معشر المؤيدين فقد سبقتم حمارنا في تكذيب أنفه وشمه وأذنيه وسمعه وعينيه وبصره وكما قص علينا حمارنا الراوي كيف نسي الحمير لغتهم وباتوا مجرد ناهقين فلن أستغرب أن يقص علينا مؤيد ما في لحظة من لحظات الصدق السامي كيف أنهم كانوا يعدون أنفسهم من مخلوقات النظام ترعى في برسيمه وكيف أنهم كانوا قبل ذلك يملكون لغة غنية ثرية ذات جرس لطيف حسن وأن هذه اللغة نسوها أيضا جراء تكذيبهم لحواسهم وأنفسهم وسيحدثنا عن المؤيد باعتباراته الثلاثة التذبذب والتسويغ والأمل فهو الكائن المتذبذب والمتنقل دائما في الرؤية والموقف تابعا لتغيرات النظام الدائمة وهو الكائن المفعم بالأمل المعقود بأصابع النظام حصرا وما سوى ذلك فإن التفاؤل لا يعرف إلى قلبه سبيلا تذكرنا مجازر النظام بمحاكم التفتيش في العصور الوسطى نشرت صحيفة عين المدينة مقالا لأليمار اسماعيل بعنوان حرب القرون الوسطى جاء فيه تحدث الكثير من المحللين منذ بداية الثورة وحتى الآن عن موارد النظام البشرية جميعنا متفقون أن النظام يعاني من نقص في المقاتلين ولم يكن تدخل حزب الله وميليشيا أبو الفضل العباس وحتى مقاتلين إيرانيين إلا دليلا قاطعا على هذه الأزمة لكن الذي تصلط عليه هذه المقالة الضوء هو أن الخزان البشرية لنظامي لم ينضب حتى يستجر بمقاتلين من خارج البلد ومن المفيد هنا ذكر أن الشباب الذين اندفعوا في بداية الثورة إلى ميليشيا دفاع الوطني لم يتم طلبهم للاحتياط وحالما يترك أحدهم القتال في صفوف هذه الميليشيا يطلبوا للاحتياط في تواطئ واضح بين قوات الدفاع الوطني وشعب التجنيد التي يشرف على هذا الأمر فيها عناصر من المخابرات الجوية إن من عظم مقاتلين نظام السوريين ليس لديهم ما يدافعون عنه وغوايتهم بالسلب والنهب قد انتهى مفعولها الآن وبدأوا يتلمسون الأسباب الحقيقية وراء القتال أمعظمهم يعرفوا علم اليقين أن النظام يكذب وأن الثورة لم تكن يوما لإبادتهم كأقليات أو كعناصر موجودة ضمن أجهزة النظام إذن لن نستغرب عندما نعرف أن النظام قام بتسريح ثلاثة ألاف مقاتل من ميليشيا دفاع الوطني مؤخرا ذلك أنهم أصبحوا عبءا عليه وكذلك أي فصيل المقاتل لا يحمل أيديولوجيا أو عقيدة لدفاع عنها ليتحول هذا النظام من الأوليغارشية إلى نظام ديني أصولي مرتبط بشكل وثيق ومباشر مع جميع قوى العالم الأصولية في الغرب إن لم تدفع أجار بيتك تفقد وظيفتك أما عندنا إن كنت من دهات السرقة فإنك بلا شك ستصبح وزيرا صحيفة القدس العربي نشرت خبرا بعنوان وزير فرنسي مهدد بالطرد من شقته لعدم دفعه الإيجار منذ ثلاث سنوات جاء فيه فشل وزير فرنسي في دفع إيجار شقته في باريس لمدة ثلاث سنوات وكان مهددا بالطرد قبل أن يتمكن أخيرا ويظهر في اللحظة الأخيرة ويسدد الأموال المستحقة عليه وتأتي هذه الأنباء بعد فضيحة التهرب من الضرائب التي أنهت مهمة وزير التجارة توماتي فينو والذي طرد من منصبه في الحكومة بعد أسبوعين فقط من توليه مهام الوزراء وقالت صحيفة لوكنار أنشان الفرنسية إن هذا الإهمال من الوزير أدى إلى تهديده بالطرد من شقته الكائنة في ضحية ليفينت بانك الراقية في العاصمة الفرنسية وأوضحت الصحيفة أن الوزير اعترف بما وصفه الرهاب من الأمور الإدارية الذي يجعله يؤجل مثل هذه المهم وفقا للصحيفة فإن المؤجرة السابقة لتيفينو سمع عن مشاكله المادية واتصل بوزارة الداخلية لإبلاغهم بقصته بينما رفض تيفينو الاستجابات لطلبات التعليق على تلك الاتهامات الديمقراطية قد تتمخض أحيانا عن أشكال غريبة من السلوكيات هذا ما تخبرنا به صحيفة الحياة التي نشرت بعنوان حشد غاضب يرمي نائبا أوكرانيا في صندوق قمامة أمسك رجال خارج مبنى البرلمان الأوكراني بأحد النواب وأمطره بالسباب واللعنات ثم ألقوا به في صندوق للقمامة وكان نائب فيتالي روزاسكاي عضوا في حزب الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش وصغ مشروع قانون في كانون الثاني يناير الماضي يشدد بدرجة كبيرة للقيود على التظاهر ضد الحكومة كما صاغ سابقا مشروع قانون يجرم التشهير وزورسكاي الآن عضو في حزب تنمية الاقتصادية وكان يسير بجوار حشود من المواطنين تجمعت خارج مبنى البرلمان عندما أمسك الناس به ثم دفعه رجال داخل صندوق للقمامة وسكبوا عليه الماء وألقوا حقيبته وإطار سيارة فوقه مشاهدنا الكرام على أمل أن نلقي بطغاتنا قريبا بجوار النائب الأوكراني يتجدد لقاؤنا بكم غدا إن شاء الله شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة